اجابات فيديو الاسئلة لشهر اغسطس عشرين اربعة عشرين يالله بينا السلام عليكم يا شباب الاخبار فيديو جديد انا احمد سامي والنهاردة انا جاي لكم باجابات فيديو الاسئلة لشهر اغسطس عشرين اربعة عشرين اه فكرة ديت منشور الاسئلة بسرعة جدا وهو عبارة عن منشور انا بحطه في تبويب المنتدى او الكمبيوتر او الموبايل بتدخل على التبويب اللي اسم الكمبيوتر او المنتدى وبتلاقي فيه منشور زي زي منشور فيسبوك كده او تويتر على حسب انت بستخدم ايه بتلاقي في اسئلة انا بحطها او يعني انا بقول لك حط الاسئلة اللي انت عايزها فبتحط اسئلتك كلها سواء سؤال او اكتر وانا بعمل فيديو اخر الشهر باجاب عليه في مواضيع مختلفة فنسمي الله ونبدأ اللي نفتح انفيديو انا احمد تامي انا احمد تامي انا احمد قبل المناسبة بس انا مخلي انفيديو في البصر بديو بالويدي وبيفتح بديو انا احمد تامي انا احمد تامي شي جنب منوش ايتري لاسه قبل ما نبدأ خليني بس وارك احنا عملنا ايه الشهر ده وفكرة اللي ست جايه في دمالي بصراحة يعني جدي ده ان انا بس اقولك بسرعة جدا احنا عملنا ايه الشهر ده فببساطة احنا عملنا اول حاجة الشهر ده وهو فيديو الباور بوينت فيديو شرحت فيه برنامج الباور بوينت بالكامل انا انا شرحت قبل كده الاسل وشرحت الورد وان شاء الله الاجسس ارائيب دي طريقة برضو زي ما انت شايف للاندرويد طريقتك يخفي من ملفاتك بطريقة زكية جدا عن طريق الملف دوت نو ميديا فلو حد مهتم يشوف الموضوع ده ببساطة يحضر دوت نو ميديا في مكان معين وهو بيخفي لك الملفات دي اي مجلدات اي اي حاجة حوالينا دوت نو ميديا بيخفي وده كورس السي شارب طبعا كان المفاجئة التخفيض وقتها وبالمناسبة انا فخور جدا الحمد لله في ناس مثلا عملت مشاريع حلوة لحد دلوقتي اخرهم كان مبارح دكتور محمد حد من الناس اللي معنا في الكورس عمل برنامجين اتنين بصراحة لاتنين جمال جدا فالشباب بصراحة غير انهم يعني طبعا ما لسا مخلصوا الكورس لكن باللي تعلموا دلوقتي طلعوا برنامج حلوة وبرامج مفيدة وانا مبسوط للموضوع ده يعني كان فيه برنامج مبارح لسا شايف والله مبارح اللي بيحسب النسبة بتاعت الدرايب من المبيعاء يعني ما بتكتشتري حاجة بيحسب لك الدريبة الكم المضافة والحاجات دي كلها فبصراحة شغلها مخطعنا مياد وده فيديو شرحت فيه مواقع جيت هاب لرفع المشاريع البرمجية وكمان لو انت بتحمل حاجات لان طول الوقت بشرح جيت هاب فانا عايزك يعني ايا سهيل عليك الدنيا شوية انك تبع عرفت عامل معا ازاي وجيب التحدثات بنفسك ما تستنينيش ده ملأ ده برنامج سكرايب مي وده برنامج نزل اليومين دور هو نزل من زمان لكن ضفوله اللغة العربية دلوقتي فقال برضو من البرمج الحلوة جدا وبصراحة مبسوط لان كان فيه يعني خلايا نقول الفيديو ده انا عادت ترديشت قبل معامله مع دكتور رانيا شريف فحد لطيف بصراحة جدا والفيديو يعني الحمدلله كويس حتى المطور نفسه ده اللي كتبنانا في التعليقات اول يوم من نشر الفيديو فمن البرمج شعلا من المفيدة وده انفيديا الفين واربعة وعشرين فاصلة تلاتة التحديث الجديد من انفيديا وده ذكر الهدى وده برنامج طيب بالنسبة لتحديث انفيديا فيه حاجات كتير حلوة بصراحة تحديث استقراري مستقرة اكتر وفي تحديثات تخص النوط والات برايل وحاجات من النوع فده حاجات حلوة بصراحة وتصلحات مع المتصفحات طيب بالنسبة لذكر الهدى فده برنامج من تطوير احمد حجازي واحد من الشباب ربنا يبرك فيما يا رب لزي العسل البرنامج حلو وتقدر تسفع منه قرآن بالاحزاب والاربع والاجزاء وكل ما يخطر في بالك وبتختار ايام تسمع الاية او الصورة كلها وتقدر تشوف يعني تقدر تشوف اسباب نزول الاية تقدر تشوف مثلا الاسكار تقدر تشوف تفسير الاية وتختار التفسير اللي انت عايزه طبعا فالبرنامج بصراح حلو جدا ومجاني يعني هو دوريتي على اندرويد بس يقدر ان يبقى على اي اوز بسهولة المهم فاتمنى ما تكونش فكرة ان انا باو يعملك ريكاب سريع لكل اللي منعمله في الشهر ده تبقى فكرة على وحشة هي لو وحشة لان انا لسه ايه اللي صار عليها قبل الفيديو فممكن تبقى يعني ما مسألنش فا احمد العريشي فغالبا اي حاجة بنسأل فا احمد العريشي فتبقى صحة يعني لو هو قاله صحة تبقى صحة لكن لو مش صح اعرف ان احمد العريشي لسه ما حكيتلوش الفيديو او مررتوش الفكرة بس ففي التعليقات لو عجبتك الفكرة اقول لي انت بيه كويسين لو الفكرة ما عجبتك اقول لي احمد العريشي اعمل معهم الجلاشة بس وهو يرى التعليقات عندنا اتنو ستين كومنت بحاول اتنو ستين كومنت طيب عندنا اتنو ستين كومنت اول واحد محمد الغندور اسئل الله تعالى ان يكتب لنا الفرج من كلهم يا رب والله محمد يا رب والله معمين يعني هذا الرجل يعرف عن حياتي اكتر شوية فعارف ان هذا الشهر ده مكانش من افضل الشهور بالنسبة لي بس يعني مش عايز اقلب لكم كئابة حياتي الخاصة ملاحش علاقة بكئابتها في الكونة هنا مصطفى العراقي السلام عليكم أستاذ أحمد السلام عليكم السلام والله يا صاحبي يا رب انا والله نفسي صدقني عشان ده بقى صريح معاك اتفضل حبيبي واحد ما هي ملفات تعريف الارتباط او يسمونها الكوكيز اه لا انت دخلت حكتين اتنين فبقى بص ماشي ملفات تعريف الارتباط بالعربي ده عبارة عن ملفات بتبقى موجودة في الموقع نفسه يعني اي موقع بيعملها عشان يحفظ فيها شوية بيانات صغيرة عنك زي اللغة اللي انت بتستخدمها زي البلد اللي انت منها حاجات زي كده فاستخدامها الكويس ان هو عشان مثلا انت استخدمت الموقع بالعربي فهو يخلهلك بالعربي كل مرة تدخل فيها مثلا حددت ان دولتك مصر فهو يبقى ذاكي ويفهم ان انت من مصر فيعرض لك الحاجات اللي انت يزعم من مصر مثلا فحالتي يعني لكن الاستخدام السيء اللي بتعمله شركات كتير وهو ان هي بتدي البيانات دي لشركات الاعلانات عشان تعمل لك تارجد بقى ويجيب لك اعلانات وكلام فاضي من الكلام ده بس ده كل الفكرة ما فيه اه اول لما يفتح المتصفح عندك اختار له اوبن يعني هتلاقي البرنامج نفسه زي ما انا وريتك في الفيديو بتاسكرايب مي كده فبتقدر من هناك اما تحامل تطبيق من بره المتجر لو انت عايز او اما تدوس اوبن ان ستور او فتحه في المتجر فهيفتح لك في المتجر اه على حسب كلامهم يعني الاتنين اكيد هم الاتنين بس الاساسي فيه اما كفوفين والله بحاول ايش لونك اشتبي دي لغة تانية مش عارب يعني انا افهمكو كويس نفسه اتكلم لحجتكو بس انا خاف عليكو يعني بجد خاف يعني من الصدمة باللهجة الوحشة انت هتصلك حاجة جدا جدا يعني لولا ان ريس المصطفى العريق انا مكنتش عارفت اصلا فبرافو عليك الامانة انت برنس يا باشا وانتو اسكى شعب في الوطن العربي كله دي حاجة معروفة برضه خمسة في حجم حييرتني شوية تاني كدفي من الفتات صوتية بصيغة مدة المقاطع ما بيتعاداش خمسة او ست دقائق اا خليني بس اعلي بناطق شوية انا عارف ان امكر بافود ان اك انت عالي لكن انا افود ان انا صوت واطي او خبلك اا لا هو السبب بصة هقولك السبب معروف ببساطة جديدة جدا عشان الجودة اللي متسجل بها المقطع ده تمام؟ يعني انت مثلا بتحمل حاجة من على النت تمام؟ فانت بتلاقي ان بيقول لك ايه انت هستحمله ايه؟ الكوالت الكي بي بي اس مثلا او مش فاكر اسمها ايه بصراحة انا اسمها دراعي عن دماغي دلوقتي بس هي الجودة اللي متسجل بها المقطع والسامبل ريت والحاجات دي كلها فكلما الحاجات دي بتاعلك كلما بيقى فيه تفاصيل في الاوديو اكتر تمام؟ لما بتقل حجم الاوديو بيقل لكن التفاصيل اللي فيه بتقل تمام؟ يعني هاديك مثال لو انا دلوقتي الموضو ده على فكرة في الفيديو والاوديو يعني انا مثلا دراتي ممكن اكون باسجلك بصوتي وده صوتي بس عادي مفوش تفاصيل لكن لو قللت الجودة اوي مع صوتي هتلاحظ ان فيه حاجات ايه؟ الصوت مش واضح اوي مش ميدي لك الصوت بشكل كفاية زي رسالة المسنجر زمان لو انت فاكر حاجة كده انا انت راجل زي العسل على السوط والسلام حبيبي تسلم يا رب اتنى انا هاديله قال محمد محمد ابن عنطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي تفضل حبيبي يا رب والله انا الشهردة تبهدلت مش عيد بس بس ان شاء الله خيط انا لا اريد ان اسأل ولكن اريد ان اشورك جزيل اشكر على الوحدة والاكثر من رأي الذي يتقدمه والله انت راجل زي العسل تسلم لي يا رب حبيبي تسلم لي والله تعرف في حد من الشباب هنا توصل معي اسمه احمد انا مبرداش اقول اسم الناس مش لسبب عشان انا مخدتش اذنهم ان اقول اسمهم فاهمني فابقول اسمه الاول بس فحد من الشباب اللي توصل معي مبارح فبجد كلامه بساطني اوي 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 يعني هو من الشباب اللي عايزين يتعلموا برمجة انا بساطني كلامه والله بجد حاجة تفرح القلب والناس اللي كلموني يعني في حد من صحابي اسمهم بيبدأ بحرف السين واحد من الشباب برضو عمل شغل حلو اوي برضو فلا هو بيقولي ده انا زليت على ما تعلم البرمجة انت عملت شغل مش مهم عندي الكورس انا مهم عندي ان انا حسيت ان انا عملت فرقة عند حد اقدرت اعمل حاجة لها لازمة تعلمني سواء هنا سواء في اليوتيوب سواء في كورسوس سواء في اي حاجة عبدالرحمن عبدالنبي بص هقولك في شركة تمام شركة اماي يعني كتعمل اختراعات للمكفوفين انا طالب الاختراعات دي يبقى لي شهرين بالمناسبة وخلي بالك تلات طوم من حسابين اتنين مختلفين يعني طردت من حساب ان انا اليوتيوبر احمد سامي وطردت من حساب تاني ما مش انا عشان نشوف هما هيعملوا فالحمد لله المنتج ما نصرش للاتنين فالهم لم تتحدش فهم في اي ايه فالحد لما نشوف الناس دي اهتمي ليه هاقولك طبعا انا بشقول اسم الشركة لما نشوف دمخهم في ايه يعني ممكن نبقى ظلمين هما اللي حاجة وهما عندهم ظروف ان التفاصل اللي حاجة حبيبي تاسلام حبيبي يا باشا اهلا بيكو بكل اهل الجزائر حبيبي والله علم الايفون علم الايفون فضل بص هقولك انت محتاج يعني خلي بالك ان السوفت مش افضل طريقة لتطوير تطبيق الايفون في فترة حالية ماشي هي للي سبب بسيط هي محتاج جهاز ماك انا حتى عندي فيديو عن الموضوع ده هنا في القناة بتحتاج تجيب جهاز ماك وبتحتاج تدخل على ستور بتاع الماك وتحمل اكس كود وده حاجة بتاخد وقت اكس كود من البرامج اللي تاخد وقت في التحميل بعد ما بتحمل الاكس كود خلاص انت كده مش هكلك كلها تحلت فيه كزا موقع وكزا برنامج انا باقترحهم لعمال الايكونات بتاعت الايفون والحاجات دي هتلاقيوا في الفيديو هنا اسمها بيئة التطوير لاي او اس تقريبا حاجة كده فانت بتتأول بتتعلم سوفت بس سوفت لغة سهلة على فكرة كبرمجة بعد كده بتتعلم في نظامين اتنين لعمال التطبيقات فيه حاجة اسمها ستوري بورد وده النظام القديم او البسيط قوي اللي انا ممكن تعمل به بسيط فعلا او بسيط بزيادة فده لو انت برنامجك مش كبير قوي فممكن تعمل عادي بالستوري بورد تمام؟ وبصراحة انا بحب الستوري بورد اكتر بعد ان متخلص بالستوري بورد ممكن تعمل بحاجة تانية اللي هي اسمها سوفت يو اي فسوفت يو اي برضو بتستخدمها تطور التطبيقات جميلة برضو الستوري بورد اعرف مزيتها ايه؟ مزيتها ان انت بتقدر تشد العناصر كأنك بتبرمج بالستي شارب كده بتشد العناصر على الشاشة وتتحكم فيها من الاعدادات العليمين ومش عارف ايه فبتسهل الدنيا جدا بصراحة من يعرف انا اساسا انا اساسا اعلمتوك في سي شارب لان انا ممكن اعملكك كرس اماوي قريب ان ابرمج بيطط باطل الكمبيوتر ويندوز وماك واندرويد وآيفون في خطة واحدة هذا السبب اللي خلاني اعلمكو حاجة بالطريقة دي انا اللي لا خلانيش اعمل كرس اي او اس رغم اني بعرف اطورها وبشتغل يعني بشتغل دي بلوبر لايوس انا مستخدم اندرويد لكن بطور لايوس مش عمل يبقى اعمل ايه اني مشكلناس عندها قاسمك بس ببساطة جديدة جدا حبيبي تسلم يا رب حبيبي يا رب اللهم امين ثانيا عندي سؤال قريب لنظام اندرويد لعمل المشاريع الصغيرة يعني امام البنجة واليد ان اكتب اقواد على الهاتف البداية حتى احصل عليكم بيوت الفماء هو الافضل طب ليه رب اللهم في مشكلة معاك رب اللهم جميل بصوا على حسب اللغة التي انت بتستخدمها لو بتستخدم بايثون اي حاجة انت لو كتبت اونلاين ايدوتر اصلا في جوجل هتلاقي كمية ايدورس بالهابل بايثون اساسا ففيك ترقوي فديك حاجة جميلة بصراحة قال لي بس ايه مشاكلك مع رب اللت ولو كده ممكن عمل لك وكيدو ايدي ترسوها النور هم رب اللت انا عارف عندهم مشكلة صغيرة دلوقتي في موضوع الترمنال بس انا بصراحة بتصفحه بلقصي ار بي بقى كويس لا او انا لسه مشكلة صغيرة اولاني بصراحة حسنا حاول ان اصل له كده صوت ال صوت ال صوت ال عندي سؤلين اسؤال الاول هل المحتوى مرحبا اخي احنا نثارين لا مش ليتالي اراه الوصح الكفيفو على الصق احمد اهلا. من جديد شكل تدمت الدنيا عليك اختيت التعليقات عشان لانا نيجي ما رفيني خلينا المهمة. اسوألو اللي بعدها. اسوألو هناليه كل ما ادخل عليه بدوني. يضبط للدنيا. يعني انه يقول لما خلاص اكون جاهزة لتثبيتي واكون حصي جميع العمليات اللي تزمني وبس. ولكن هذي رسالتي تطلع لي فجأة. هقولك. وموضوع دغطت على. دخلنا على صفحة ويب. طبعا. هقولك يا باش. هوضح ان الجهازك ما بيدعمش ويندوز اليفن. فانا نستخدم روفز عشان نتخطى متطلبات تشغيل ويندوز اليفن. فاهمني دي كل الفكرة ما فيها. فده السبب الوحيد اللي انت عملته ان انت متخططتش متطلبات التشغيل. بص انت مش بحتاج فلاشة بس انت محتاجت يعني انا شرحت اكتر من طريقة ما ينفعش الاسف وضحينا دلوقتي عشان يوتيوب تعرف. بس انا شرحت اكتر من طريقة لحل الموضوع ده. اما تخط ملف دي اليل. اما تستخدم روفز بفلاشة. لو انت مش عايز تستخدم روفز بفلاشة استخدم ملف دي اليل وخلاص بس. ففيه اكتر من طريقة يعني. احمد ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياة الله استاذ احمد في عندي خمسة واسئلة انا اتمنى ان تجيب عليها. تفضلي باش يا سلام عناي. واسف على الاطالة. السؤال الاول انا دائما لما استعمل الكمبيوتر الخاص بي استعمله لما ينفذ الشحن وبعدين ارجع الشحن. اه لابتوب يعني. بالكامل هل هذا الشيء يضر في البطارية ام لا؟ اه طبعا يضر في البطارية. بص بقى اشرح لك لحاجة. الكمبيوتر يا شباب غير الموبايل. يعني ايه الكلام ده. اقول لك. الكمبيوتر لما او اللابتوب بمعنى صح لما بيوصل الى 100% بيفصل دايرة الشحن ويبدأ يشتخل من الفيشة. يعني ايه الكلام ده احمد اشرح لك انا يعني. يعني دلوقتي انت بتضعط على البطارية طول الوقتي وبتاخد منها الكهرباء. ماشي. فبيشغلها على حاجة اسمها بالانس. بالانس يعني متوازن. يعني لا يبقى جامد اوي فيخلص البطارية ولا يبقى ضايف اوي فيشلك. كده تمام. ده نظام بالانس. طب حلوةي دا حد الكده احنا تمام. كده بص baka. اللهم صعري صعري نحمد. لما البطارية بتوصل عند دT 100% خلاص. كل herbs. كل الاجهزة الجديدة يعني ولها الجديدة على فكر الناس حلimy من سنين طويلة. تمام مس الجديدة اللي هي بتاعت اليوم من دول او من سنة او صنتين او حتى drizzle ap or 4 سنين فاتUT. باي لما بتوصل الـ 100% بياخد شحن من الفيشة نفسها وده joka ي يحلد الجهاز بتاعك اسرع بيشتغل بال обсياري أوافضل اداء فبيديك أداء حلو وفي نفس الوقت البطارية موجودة لو فصلت الشاحن هيلب على البطارية أوتوماتيك فلا استخدمه على الشاحن طبعا لا استخدمه على البطارية اللي إذا كنت محتاج تستخدمها على البطارية أنا هذا رأيي اه طبعا هي جانجو مخصصة لكده أصلا هي جانجو جميلة هو أنت بص عندك حكتين اثنين عندك فلاسكو عندك جانجو ماهي الفرق ما بينهم؟ فلاسكو للحاجات البسيطة جانجو للحاجات المعقدة لأنها تضيك ايه؟ حاجات كثيرة جاهزة مثل مثلا لوجين سيستم مش عارف ايه اللي هي الحاجات دي كلها تدهلك تقدر تشتغل بيها سؤال الثالثي وهو خاص البرمجي هل استطيع صحيح أنه يمكن أن اكتب أقوات كذبة في البرمجي أو بما تسمى بسودو كود سودو كود؟ يعني ممكن بس ليه؟ لدي حركة وحشة ليس حركة حلوة هذه هي بيش من الحاجات الجميلة اللي انت المفروض تعملها أخبرك سؤال الرابع فما هي أفضل مكتبه استعملها حتى أضع في برامج ملفات صوتية طبعا أنا كما تعرف مقتدئ وضع علم قبيدي منك أنت في دنيا فضل مكتب في بايسونا لوضع الملفات الصوتية بس أنه عندك كذا مكتبة ممكن تستخدمه فيها عندك باي اوديو ودي حلوة وفيها عندك مكتب اسمها باي جيم دوت اوديو طب ما استخدم ايه فيهم يا احمد باي جيم أساسا هي حاجة بتعمل بها لها عفا بايسونا ألعاب لكن باي جيم دوت اوديو بيدي لك 8 اتراكات تقدر توصلهم ل 12 او قناة صوت تقدر تحط بها الملفات بتاعتك لو انت عايز حاجات بسيطة استخدم باي اوديو ما فيهش مشكلة سهلة أساسا ومش محتاجة مجهود كبير منك وتقدر تصفت عليها ببساطة لكن لو انت عايز حاجة متقدمة هتعمل برنامج موسيقى هتعمل درامز سيلا انا حد ممكن شاهد برنامج الدرامز اللي انا عمله على الجيتها بيا شباب حد يقول لي كده لو الموضوع ده شايفوا قبل كده مهم فلو هتستخدم حاجة انا كنت مثلا باستخدم برنامج درامز وعايز اتحكم في الاسواب براحتي فبالتالي استخدمت ايه في حالة زي دي ففي حالة زي دي استخدمت اللهم مصر السرم مرسيدة محمد استخدمت الباي اوديو بس ممتاز طبعا هو ده التطور المنطقي يعني انا انا معجب بالفكرة دي انا من اكتر الناس الكارهين لما ابدأ انا ليه دلوقتي عشان يبقى عندي انترنت ليه لازم يبقى عندي خط ارضي ليه لازم يبقى فيه سلوك كده ماشي في كل مكان يعني انا شايف الموضوع باخ جدا وبدائي جدا المشكلة انا هيبقى غالي بسبب دولنا العربية يعني لكن كفكرة انا شايفها ممتازة ومن الناس المحبزين جدا ده الفكرة ليه لازم يبقى عندي كل الاشياء والاسلاك الكثيرة دي انا بالنسبة لي محتاج راوتر واحد متوصل بالعمر الصناعي وخلاص بس ده كل الفكرة ما فيها حبيبي اهلا انا وسهلا بك محب التقنية محب التقنية السلام عليكم السلام عليكم حبيبي تسلام يا رب شاهد الناس الجميلة محمد ابو المكرم حبيبي تسلام حبيبي تسلام محمد ابو المكرم بص هقول لك انا مسجل فيديو هنشور ان شاء الله فول الشهر يعني انا مسجل فيديو ده اللي انا بسجله ده يوم 25 فان شاء الله فول الشهر هنشور فيه فيديو انا مجهز عندي هنشور كل اعدادات الصوت اللي تخص الكمبيوتر كل حاجة وخبلك هيلملك الموضوع ده بزي الفل زكي ناجي مرحباني يعطيك العافية يا احلى صديق وغالي اشكرك على ما تقدمه من محتوى رائع وجزاك الله هلال خير تقبل خالص التحيات اخوك ناجي من فلسطين ناجي كارو حبيبي يا باش حبيبي انت وكل اهل فلسطين تسلام لي ناجي حبيبي والله يجوزك ويبسطك ويفرح قلبك ويعطي كل ما تتمناه اللهم امين يا رب اللهم امين تسلام لي انا وانت يا رب اللهم امين امين شوف دعواتي الجميلة ده والله يو انا كمان ينجي لا انت رجل زي العسر قلب طيب اوبا الماجد ده ايه ده المنشور الشاهر ده زي العسر طيب اللي تابعيني الحد هنا اللي تابعيني الحد هنا في الفيديو يكتب لي في التعليقات رقم 13 محمد الماجد وخلي بالك تكتب لي في الاول عشان عارف ان انت مركز الاول قلتلك لو عجبتك الفكرة تكتب ايه لو ما عجبتكش تكتب ايه افتكر شوف الناس اللي مركزة حبيبي انا تمام الحمد الله يا بشهد نفوق يا سلام اه كنا وصاحب القناة بص حبيبي الاثنين تحت بعض في التعليقين اعوز يا اكتر بكده بالدنيا الراجل ده ده بمزال عسر انا عارف انك بتضحك دلوقتي اه 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 بص هقولك هو مشكلة بلايروم مشكلة الوحيدة لحد دلوقتي من وجهة نظري ان هي اه على الموبايل بيخت يعني انت ممكن تستخدمها من الموقع ما فيش مشكلة لكن بحس ان هي بطيئة شكوية من الموقع فانا بحاول ادور على بديل الموضوع ده يعني في الطريق في البحث الحاجة زي كده يا صاحبي يا باش ازعج ايه انت على روسي يا سلام الراجل ده موسيقر فنانة جماعة قد يخش يبص في قناته كده هات عطنبسته عبدالله ازايك عبدالله ازايك طب استنى حاجة حاجة بالنسبة للأول هقول لك يا صاحبي اوه عادي ينفع لديك مثال عندك احمد يونس اصلا بيعمل قصة السرعة بكلها صوت لو انت اخذ بالك لو انت اترى في احمد يونس فهو فيديوهاته عبارة عن صوت اساسا اللهم ايلا ممكن يكون بيحط اناميشن في الاول لا يسا الا بسيط جدا يعني اللي هو كلمة احمد يونس يتنور و بقيت الفيديو كله الشاشة ثابتة وهو وكتر بقيت الشاشة ثابتة فعادي الراجل بيستثمر في القناة وتكسب وزال فل وملينا اعلانات حاضر حاضر هاعمل فيديو حاضر انا عايز اعمل لكم اصلا كورسوس وغنون هنا كده على ايه المركم موضوع اليوتيوب كله في كل حاجة من بداية عمل القناة واعداداتها الصحة والكلام ده كله لحد ربطها بادسنس بص انا اقول لك الحاجة كارت الخدمات ما بيافيش من النقطة دي دي اول نقطة تاني حاجة انت مش هتعمل الموضوع ده ليه بقى ببساطة لان انت مش من اليوتيوبرز الكبار يعني دول الناس اللي بيقبضوا ملايين يعني احنا مش حمدوا وفاء الناس دي بتاخد كتير قوي فطالما انت لسه في لفل محدود ربحك محدود ده طبيعي القناة زي دي بيتجيب عشر دولار في السنة فطبيعي انا مش عامل اصلا سجل ضريب لان الموضوع ما يستهلش انت كل انت بتعمل انت بتروح البنك بنك مصر وبتعمل في حساب وبعد ان تدخل في ادسنس بتروبت حساب بانك مصر في ال ادسنس وخلاص وبتقبل علي الفلوس بس فده كل فكرة ما فيها مش هيتلون منك اي حاجة تانية فؤاد بس السلام عليكم كيف الحال عيكم السلام وبركاته الحمد لله انا كويس فضل لا للاسف مفيش بص هو الموضوع حتى كان في انفو بوكس هو اللي لسه يعتبر مكمل بس ده كان حاجة اسمها اوتو رن في الفلاشات دلوقتي تشالت عشان الموضوع كان بيستخدم في عمال الفيروسات فهو ما بيدعمش في ويندوز للاسف حبيبي تسلا اه على حد معلمتي لا يا اما تجيبها عربي اما تجيبها انجليزي خبلك هي بصوت انث كده تحسها شبه العنكبوت صح صوت غريب شوية ما بين الست والروبط فهو لا لازم تشتريها عربي بص اخريباك انا بتكلم عن ده كان من ايام المدرسة ده اللي انا شفته اللي معاك مش عارف ممكن تبقى احدس مرحبا اخي احمد انا معي كاريب السنة واحدة وفي طم تريد في شهر عشان لجايب هل ينفع اجد دول الشراء ايه يبقى فيه مشكلة من فودافون كاش وشكرا بص الشراء ما بقاش من فودافون كاش للأسف طبعا هو شهر عشر لسه عنا ما يجي شهر عشر نشوف بس دولة احنا بندفع بالفودافون بلنج او طريقة بفاتورة الفودافون يعني بالرصيد بمعنى صح خبلك انا اعمل ايه للأسف الاسم الحساب ده جميل او صوت القرآن اسلام عليكم اخي احمد يا رب تكون بخير انا عندي سوء اللي حضرتك انا كنت اريد الدخولي على اعدادات البيوس ولكن ليس ليس هنا تقارئ شاشتي في هذه الاعدادات فما الحل واجزات الله خيرا اه مالهاش حل يعني حاجات الوليلة جدا في الجهاز اللي هقول لك مالهاش حل خرص لازم حد يساعدك للأسف يعني بس حاول تبقى على U E F I بقدر الامكان عشان تسهل على الناس الدنيا شوية يعني كده كده انده مش انت اللي هتتعامل خلينا منتهيين من المبدأ ده هل انا اولا انت اللي هتتعامل طيب الحل لما بتبقى على U E F I بيبقى في بحث فوق فممكن على اقل تقول للشخص ابحث لي دوس على مربع البحث وكتب الكلمة الفلانية او انت تكتبها بالكيبورد وهو اللي لك الاختيار ده ده من وجهة نظر الحل ايه الاسم الاسم الصعب او ده السلام عليكم اخي نفسي اتعلم البرمجة من اصف يسا جيت للمكان الصحة باشا بص بقى اول لما هتدخل القناة هتلاقي في فيديو بيشتغل اوتوماتيك كده اسم الخلاصة كيفية تعلم تعليم البرمجة للمكفوفين هتلاقي انا باشرح الموضوع عايز تنورني بكورساتي ايه تعال عايز تاخد نفس يعني انا في الفيديو ده انا شرحت لك بالظبط انا باشرح ازاي فلو هتقدر تنفذ الموضوع ده مع نفسك وتتعلم بيه بارده اوكي فجو اهد يعني المهم انك تتعلم ومعاولا خلصنا منشورة الاسم ما بسكش في يوتيوب هلانا اتعكد انا عملنا انجاز النهاردة منشور الاسم الشهر ده قصير او صغير اه حلو في الاول خلينا اقول بقى كم حاجة في الاول الف مبروك للشباب بتوع السنوية العامة تمام ربنا يا ربي يوفقكو فبالنزل الناس اللي جابت مجمعات حلوة مجمعات حلوة ربنا يوفقكو يكتب لكم الخير يا رب وتخش الكوليات اللي انت نفسكو فيها ويا ريت لو انتو من متابعين يا انا عارف ان من متابعين الناس كتير من السنوية العامة قولي في الثلاث لو انت عايز تشارك انت جبت كام قول لو انت بس عايز تشارك انت نفسك في كلية ايه يا ريت تقولي انا مهتم معرف الموضوع ده حتى لو انت جبت مجمع وحش فهي مش نهاية العالم خليني بس بقى واضح معاك يعني فيه ناس عندك انا انا اتخرجت من السن وبشتعال مبرمج فما لا شراكة يعني وده شيء شائع على فكرة في مصر او في الدول العربية فبرضو مش عايزك تحبط خلاص لا برضو لو وصلت الحد هنا من الفيديو اكتب لي رقم رقم كم احنا كنا قلنا رقم كم في الاول انا فاكر انا باختبرك اكتب لي رقم حداشر خلاص وجنب حرف السين شايت اكد ان انت مركز المهم فده كان كل حاجة في ايه تفاصيل محتاجة اقولها هنا ما اعتقدش ان فيه حاجة كبيرة محتاجة اقولها هو بس الفكرة ان فيه محتوى قل الشهر ده شوية عن الشهور اللي فاتت او الشهور اللي فاتت في القناة ببساطة لاني كنت مهتم بكورس الحمدلله نزلته الحمدلله كانت فكرة حلوة ونجح نجح انا مبهور بيه بصراحة الحمدلله فيعني انا مبسوط بالموضوع ده وان شاء الله ربنا يوفق الناس كلها كل واحد لحاجة اللي هو نفسه فيها لو عندك كالعادة اي سؤالة واكتراحات اردت نسبهم لي في التعليقات كان معكم احمد سامي السلام عليكم بارد